اشتركوا في القناة لكن قبل ان نتعرف على هذا الاختبار وحله ادعو كل من يشاهد قناتنا التعليمية تلميذ المتميز لاول مرة ان لا ينسى الاشتراك فيها والضغط على الاعجاب وكذلك تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد ومثل هذا الاختبار وغيره تجدونها في كتب التلميذ المتميز لمواد الحفظ سواء للفصل الاول او للفصل الثاني فالكتب متوفرة لدى المكتبات ستستفيدون منها بحول الله هو بدون اطالة وعلى بركة الله لنتعرف على هذه التمارينات ونبدأ بالتمرين الاول على نقطتين يقول حوث الاجابة الصحيحة من بين الاحتمالات التالية اولا المسئولية هي ان تتحمل تصرفتك الايجابية فقط او السلبية فقط او الايجابية والسلبية معا ثانيا لدينا هنا نجاح التلميذ في دراسته من مسئولية الاصدقاء او التلميذ والمعلم والاولياء او الاقارب من حقوق الطفل الرعاية الصحية او العمل في سن الطفولة او عدم الزامية الذهاب الى المدرسة واخيرا اليوم العالمي للطفولة يوافق الفاتح من ماي او الفاتح من جوان او الفاتح من اوت الى التمرين الثاني يقول صنف الافعال التالية حسب الجدول اذا لديكم هذه الافعال صنفوها هل هي مسئولية فردية ام مسئولية جماعية ننتقل الان الى التمرين الثالث يقول اربط بسهم بين كل نادي ونشاطه الذي يقدمه اذا لديكم هنا اربع نوادي اربطوا كل نادي بالنشاط الذي يقدمه لتبقى لدينا الوضع الادماجية والتي تقول تسعى الجزائر الى ترقية الخدمة العمومية عبر الادارة الالكترونية واستعمالها في جميع المجالات كالصحة التعليم النقل وغيرها من اجل تحسين جودة الخدمة وتلبية حاجيات المواطن من خلال السند اكتب فقرة تعرف فيها الادارة الالكترونية ومبينا بعضا من فوائدها اذا الان وبعدما ان تعرفنا على هذا الاختبار ما على التلميذ الا ان يأخذ ورقة مزدوجة ويحاول الايجابة على هذه التمارينات لكي يعود ويكتشف الايجابات الصحيحة معي ونبدأ على بركة الله بتصحيح التمرين الاول اينا نحوط الاختيار الصحيح نبدأ بالعبارة الاولى المسئولية هي ان تتحمل تصرفاتك الايجابية والسلبية معا ثانيا نجاح التلميذ في دراسته من مسئولية التلميذ والمعلم والاولياء ولدينا من حقوق الطفل الرعاية الصحية واخيرا اليوم العالبي للطفولة يوافق الفاتح من جوان ننتقل الان الى تصحيح التمرين الثاني حيث سنصنف الافعال حسب الجدول بحيث فيما يخص المسئولية الفردية لديكم المحافظة على ادواتك سلامة المسافرين في الحافلة مراجعة الدروس والحفاظ على نظفتك اما المسئولية الجماعية لدينا نظفة الحي المحافظة على امن الوطن توفير الهدوء في القسم وتطوير الوطن ننتقل الان الى تصحيح التمرين الثالث بحيث نربط بسهم بين كل نادي مدرسي والنشاط الذي يقدمه ونبدأ باول نادي وهو نادي المطلعة نربطه بالنشاط الذي هو قراءة الكتب وجمع المعلومات النادي الثاني هو نادي البيئة النشاط الذي يقدمه هو الاعتناء بمحيطنا والمحافظة عليه الى نادي التربية البدنية والرياضة هنا تقوم بتنمية القدرة البدنية للمتعلمين اما نادي الفنون المصرحية والتشكيلية نشاطه اكتشاف المواهب الفنية وتطويرها لكي تبقى لدينا في الاخر الوضعي الادماجي سنقول تسعى الجزائر الى ترقية الخدمة العمومية عبر الادارة الالكترونية واستعمالها في جميع المجالات حيث تعرف الادارة الالكترونية على انها منظومة الالكترونية متكاملة تهدف الى تحويل العمل الاداري العادي من ادارة يدوية الى ادارة باستخدام الحاسب وذلك بالاعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد في اتخاذ القرار الاداري باسرع وقت وبأقل التكاليف لذا فان للادارة الالكترونية فوائد عديدة اذ يتم الانتقال من الادارة المباشرة الى الادارة عن بعد فتتحسن الخدمات من حيث النوعية وسرعتها وتخفف اعباء كثرة الوثائق بالادارات مما يؤدي الى اختصار مجهود الموظفين اشتركوا في القناة